تساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجازر أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه في مثل هذه الأيام منذ 51 عاما حققت مصر نصرا سيبقى خالدا وذلك في ذاكرة هذا الوطن وعلى صفحات تاريخه المجيدة وفي كلمته خلال حفل تخرج الكليات العسكرية بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد في مقار الأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية أضاف الرئيس السيسي أن ما حققته مصر في حرب أكتوبر سيظل أبد الظهر شاهدا على قوة إرادة الشعب المصري وكفاءة قواته المسلحة وأكد الرئيس السيسي أن اللحظة التاريخ الفارقة التي تمر بها المنطقة الآن تدعو للتأكيد مجددا بأن السلام العادل هو الحل الوحيد ضمان التعايش الآمن والمستدام بين شعوب المنطقة وأن التصعيد والعنف والضمار يؤدي إلى دفع المنطقة نحو حافة الهوية مشددا على موقف مصر الثابت المدعوم بالتوافق الدولي بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لإرساء السلام والأمن والاستقرار للجميع طلق وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصال هاتفيا من نظيره المغربي الناصر بوريطة لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان كما نقش عبد العاطي مجمل التطورات التي شهدتها المنطقة على مدى الأيام الماضية والمساء المبدولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والعمل على التهدئة وخفض تصعيد وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة وأجدد عبد العاطي التأكيد على تضامن الكامل مع لبنان الشقيق ودعم مؤسساته الوطنية في هذا الظرف الدقيق والعمل على الحفاظ على استقراره ووحدته وسيادته كما شدد على رفض أي محاولات لتكريس وضع جديد على الأرض يمس السيادة اللبنانية أشهد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي بتطور العلاقات المصرينية السلفينية في ظل ما يجمع البلدين من علاقات مميزة وذلك في ضوء نتائج الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين وخلال اتصال هاتفي من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في سلفانيا تانيا فاين استعرض وزير الخارجية رؤية مصر إزاء التصعيد الأخير وانعكاساته الخطيرة على المنطقة مؤكدا على الأهمية التي توليها مصر التنصيق مع سلفانيا في إطار عضويتها بمجلس الأمن فضلا عن تثمين الموقف السلفاني المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هذا واستعرض الجانبان أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الخاصة بالوضع في لبنان وغزة اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يمكن تجنب اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط واضف بايدن أنه ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتجنب تصعيد الصراع في المنطقة وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد استمرار قصف إسرائيل معاقل حزب الله في لبنان ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف تل أبيب مؤخرا شنت طائرات حربية إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم أعنف غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بدء موجة القصف الأخير في 23 سبتمبر وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن سلسلة الغارات الإسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية فيما أشار حزب الله إلى أن عدد الغارات بلغ 11 ضربة إسرائيلية متتالية واحدثت تدويا قويا اهتزت معه الأمنية ووصل صداها وفق شهود عيان إلى مناطق تقع خارج نطاق بيروت وضواحيها استشدى 18 فلسطينيين وأصيب أخرون في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية على مقهى شعبية في مخيم تول كرم شمال الدفة الغربية وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل مقهى شعبيا في المخيم مشيرة إلى أن مركبات الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى المكان حيث جرى نقل الشهداء والجرحة إلى مستشفى الشهيد الثابت الحكومي في مدينة طول كرم مقهى شعبية مقهى شعبية